السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم متابعين الكرام أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية إذاً في هذا الفيديو سأشارك معكم كيفية اللجوء في كندا شاركت معكم منشور قبل قليل في المنتدى على القناة كما تراحلون على المنتدى إذاً هذا هو المنتدى Community إذاً هنا ستجدون جميع المعلومات المتعلقة بكيفية أو طريقة اللجوء إلى كندا وستجدون هذه المعلومات في صندوق الوصف لهذا الفيديو جميع هذه المعلومات ستجدونها أيضاً في صندوق الوصف للفيديو إذاً سأقرأ عليكم بعجالة طالباً للعديد من المتابعين الذين يودون اللجوء في كندا لطالب اللجوء إلى كندا يمكن اتباع الخطوات التالية أول شيء الاتصال بالمفوضية الكندية للاجئين أو السفارة الكندية في البلد الذي تتواجد فيه للحصول على معلومات حول كيفية تقديم طلب اللجوء ثاني شيء يمكن تعبئة نموذج الطلب الخاص باللجوء على الموقع الحكومي الكندي وإرساله قد يلزم تزويد السلطات الكندية ببعض المساندات الخاصة بالهوية والأوراق الثبوتية مثل جواز الصفر ووتائق الهوية الأخرى يجب توفير معلومات مفسرة حول السبب الذي دفعك لطلب اللجوء والخطر الذي قد يواجهك في بلدك بعد تقديم الطلب قد يلزم حضور مقابلة شخصية لمناقش الطلب مع موظفير مفوضه الكندية للاجئين يجب الانتظار لتلقي الإجابة على الطلب وفي حالة قرتم قبول الطلب يمكن البدأ في الإجراءات الهجرة إلى كندا يجب الانتباه إلى أن اللجوء إلى كندا ليس دائماً من الخيار الأفضل وقد يسترق الأمر بعض الوقت لتلقي الإجابة على الطلب كما أنه يجب أن يكون هناك سبب مشروع وواضح للحصول على اللجوء ويجب إثبات ذلك بشكل واضح يمكن تحقيق بعد التفاصيل إضافية حول كيفية طلب اللجوء إلى كندا على النحو التالي كنت بكتابة جميع الملومات مرتبة لكي يظهر لكم كل شيء بشكل جيد يمكن الاتصال بمنظمات اللجئين محلية لحصول على مساعدة في إعداد الطلب والتوجيه بشأن الإجراءات الأولى المستطلبات يجب أيضاً توفير ملومات صحيحة ودقيقة في طلب اللجوء حيث أنه في حالة تقديم ملومات كاذبة يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفض الطلب وربما إلى عدم قدرتك على التقدم بأي طلبات في إجراء في المستقبل يجب الانتظار لفترة من الوقت عفواً للحصول على إجابة على طلب اللجوء حيث أنه قد يسارق الأمر عدة شهر أو حتى سنوات وفي بعض الحالات قد يتعين عليك الانتظار في بلد الذي تتواجد فيه حتى يتم إتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء آخر شيء يجب تحضير للمقابلة الشخصية مع موظفين مفاوضي الكندي للاجئين حيث يتم أو يمكن أن يتم سؤالك عن أسباب التي دفعتك للجوء وتفاصيل أخرى عن حياتك وأسرتك وما إذا كنت تعاني من أي مخاطر خطيرة في بلدك إذن هذه جميع المعلومات المتعلقة والموثوق 100% لطلب اللجوء في كندا العديد منكم تواصلتم معي وأعتدر عن التخيير لكل ما لديه أي سؤال أو استفسار في أي شيء عن الهجرة يمكنكم ترك لي تعليق عبر صندوق تعليق أو عبر منشور ومرحبا بكم جميع وشاركوا معكم جميع الأجوبة عبر فيديو أو عبر منشور على المنتدى اخوانا أخوات أتمنى لكم توفيق ستجدون جميع المعلومات في صندوق الوصف دمتم في رعاية الله جمعة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا